هلو انا نوني طبعا اصدقائي رجعتكم في فيديو جديد اصدقائي بهذا الفيديو صور بعض عن تحديث الكريسمس هل سبك اكزد ايميل قبل شوي صور اكثر يا اصدقائي وعرفت شكل الحيوان الاليف الثالث تذكرون بذاك الفيديو اكو حيوان سري هل سرواني شكله يعني دزول الايميل بصورة الحيوان فانتو اذا تريدون تعرفون اكثر عن التحديث اه حطوا لايك واشتركوا بالقناة وعرفت اشياء اكثر عن الروبوت طبعا اصدقائي بأثناء هذا الفيديو اه بي كي اكزي البرازيل نشرت فيديو جديد عن تحديث الكريسمس اصدقائي شفت الباركور وشفت كل شي فأثناء هذا الفيديو ان شاء الله رح اطلعكم الفيديو يعني يفضل شوي ممكن اوكي فهو الفيديو مو من عندي من بي كي اكزي البرازيل فيب خلي الناس امبلش اوكي تحطوا لايك فعلوا جرس وانبهكم وش سموها ماكسل قالتلي شو وكت بالضبط انو يزد التحديث ماشي فليلا خلونا نبلش اصدقائي الصور جدا حلوة وجدا مميزة بسألتكم تعملوا لي فولو بالانستجرام يا اصدقائي لانو اه قربنا على الالف متابع فروحوا هسا عملوا فولو بسرعة وعملوا لي فولو بليوني انا واخوي حموشي اوكي فحطوا لها كشتركوا بقناة فعل الجرسوا يالليتس كو اوكي اول صورة يا اصدقائي شوفوا يا اصدقائي تروا هذه الصورة يا اصدقائي عن جد اول ما شفتها احلى صورة بالعالم في بيكا اكس دي شوفوا يا اصدقائها اول مرة ندخل اللعبة لما نريد نضغطوا بلي هذه رح تكون صورة التحديث اه احلى من القديمة بهوا يا اصدقائي وجدا حلوة شدة حبيتها كل ما شئت تكتبوها بتعليقات شو رأيكم بها اصدقائي فخمة اوكي فشوفوا الروبوت وهاي اوكي هل سننتقل الصورة الاخرى اه الروح يا اصدقائي على هذا الروبوت لما قلونا ايميل انه نضرب الروبوت بس ما افتهمنا يعني على شنو ليش نضربه اوكي افتهمنا ليش شوفوا اول شي مكان لما نريد نضربه الروبوت زيان يقولون لازم انه نضرب الروبوت هذا الحار على مد يصير متجمد اه طبعا اصدقائي هذا الروبوت بذاك الفيديو قلت لكم انه عنده وجه لونه احمر ووجه لونه ازرق يعني شنو وجه حار ووجه بارد اوكي زيان يقولون انه لازم نضرب هذا الروبوت اذا كان ساخل لازم ونخليه يكون بارد ليش وشنو سبب يعني ضربنا خلص وصار بارد ليش اوكي هسا قلكم سبب قلولي بيكي اكس دي في هذا الايميل قالوا لما يكون ساخل رح يؤثر على مدينة بيكي اكس دي ويخلي الثلج بها يموع لازم انه نضرب هذا الروبوت في مسدسات الثلج اصدقائي علمون انه يبقى بارد اذا بقى بارد رح يبقى المدينة بارده والثلج وكل شي موجود اوكي لازم نضربه على طول اوكي ها المسدسات وكيف شكلها اوكي هذي اصدقائي المسدسات مثل ما يشوفون وهذا هو المسافر هو يقولون المسافر جابها يعني من المدينة تبعة او المكان الي يسكن بي هو اوكي فشوفوا اصدقائي انه يكون متنوعه شوه السبب انه يخلي هذين المتنوعات شوه فاعدتهم اوكي اصدقائي شوهوا هذا اول واحد هذا جدا ضعيف اضعف شي من بين المسدسات اخر واحد واللي هو اللون المفضل اللي بالليون باستجية اصدقائي هذا رح يكون جدا ممتاز بالرامي يعني هذا رح يكون بممكن كرات اكثر ثلج ورح يكون ضربتها اقوى اما ذاك الاولان فرح يكون جدا ضعيف فيعني هو احمر ازرق وهيش الواني يعني هذني شوية شوية قوة شوية شوية تزداد اقوى الشيء والبنسجي الخبر اللي اصدقائه جدا ممتاز واللي هو انو هذان المزلجات تذكرون صورة دريد بولة مكان يتزلج هذي اصدقائه رح يحصل عليها كل اللاعبين في بيكي اكس دي سوى حسابك نوب ولا مو نوب رح تقدرون تحصلوها متاحة للكل ان شاء الله وكلنا رح نقدر نستخدمها احلى خبر شوفوا اصدقائي صاد بيكي اكس دي يعني تعطي تعطي اوكي اه انكمل اوكي صور الحيوانات او لحظة لحظة هذي هي صورة مزاجاتي اصدقائي اللون احمر البنسج واكثر يمكن هذاني رح يكون لكل اللاعبين في بيكي اكس دي يعني مو تقولوا لو بجواهل لو بشحين لا مجانية ولكل اللاعبين ومتاح في تهديث الكريسمس اوكي هسا ننتقل لصور الحيوانات الاليفة تذكرون او الشي ايس فوكس وهذا الكلب الشتاء واخر حيوان تذكرون هو السري عرفت شكله يا اصدقائي هذا دراجون اصدقائي تنين هو تنين استرجي اصدقائي هذا هو شكله يعني فشكله جدا نادري عن جديد دراجون اعتقد ليسه اعرف ليسه هو دراجون هاي المرة تنين على موضى الادمن الادمن مثل ما قلتكم في فيديو قديم شوي انه يحب انمي دراجون بول تذكرون يبقى يا اصدقائي عملوا الى حيوان لكن هالمره ثالجي حلو هسا ننتقل للصورة اخرى اوكي يا اصدقائي اما الصناديق السرية في تحديث الكريسماس اولا اريد اقولكم انه مو بس صندوق واحد سيكون عدة صناديق اوكي يقولون يا اصدقائي مو كل الصناديق رح نلقاها بيوم واحد يعني مو بيوم واحد نلقي كل الصناديق لا يقولون كل يوم نحصل على عدد من الصناديق نلقي شوية منهم مو كلهم اوكي فهياتراج قد رح يكون عددهم اذا هذا الحاجي والله ما ادري في ذاك التحديث السابق يا اصدقائي عن الكريسماس اذكرت شان 2 صناديق ثلاثة لا اثنين والله ايب يا اصدقائي 2 صناديق هالمرة اكثر وهذا اصدقائي البطاقة المميزة رح يضيفون بطاقة مميزة كل ما تعودنا في اصدقائي رح يكون بهذا البطاقة المميزة رح تكون بهذه البطاقة المميزة رح تكون بهذه البدلة اللي شفناها انا وياكم وملابس جديدة للروبوتات احنا ايضا نستخدمها فالبدلة يا اصدقائي رح تكون اول شي احنا اليوتيوبر رح يحطونا نسخة نسخة عنها ورح تكون موجودة بالإفنت باس بعدين نقلكم ليش رح تكون عندنا بدلتين احنا اليوتيوبر بعدين نقلكم لانه مفاجأة هي وايضا يا اصدقائي هذ هي الملابس اللي رح نحصلها ايضا في الإفنت باس اوكي هذي يا اصدقائي الملابس والبدلات وكل شي يا اصدقائي كل شي حلو تحديث الكريسماس اعتقد رح يكون جدا فخم اشلون منصات مفاجآت هواي في تحديث الهالوين تذكرونش قصات مفاجآت هالمرة في تحديث الكريسماس الله جدا حب تحديث الكريسماس اوكي اكو صناديق يا اصدقائي اخرى رح نحصلها بتحديث الكريسماس لكن مو رح رأس هني طونيها يقولون لازم نلعب الالعاب المصغرة في اللعبة نفسية مثل كريزران عاد الحيوانات جمع الفواكه هيتش يا اصدقائي عودة نحصل هاي الصناديق مو رأس هني طونيها اكو اوكي تذكرون ذاتش الصورة هذا الصندوق الثلجي اصدقائي هذا الصندوق يقولون لسه ما مطينا اي سر عنا او اي شي عنا يعني ما عرف ولا عنده معلومة هذا الصندوق يا اصدقائي رح يبقى سري ما مطينا اي معلومة عنا يا اصدقائي فننتظر التحديث ونعرف اكثر اوكي وطبعا اصدقائي يقولون انه هذي الاشجار تذكرون ذاك التحديث هو الكريزمس نفسه لما كان اكو اشجار كنا نجمعها يلا عود نشتري من بيته الكريزمس الاثاث هاي المرة يا اصدقائي ايضا رح يبقى هذا الاشجار نجمعها بعدين رح يكون متجر جديد يا اصدقائي منا رح نشتري اه الاثاث يا اصدقائي تبعه الكريزمس فاكو بهم يعني مثل ما شوفون اثاث الكريزمس القديم اللي احنا كنا نعرفه فمتحسنت ان احصلهم من جديد او ماي جاد يا اصدقائي تحديث الكريزمس فخم جدا اوكي اما هذه الصورة يا اصدقائي فيعني لما احنا نطير على مودة الروح للمدينة الاخرى هذه يا اصدقائي هي فشوفوا الحقيبة الطيران هذه يا اصدقائي منها رح نطير والروح للمدينة هي مطينا بس مجرد منظر فاحنا بعدين نجربها ان شاء الله اما الموعد يا اصدقائي لما سألنا ماكسين في الدسكورد قالت انا يا اصدقائي من يوم الخميس الى يوم السبت ممكن ينزل في اي وقت في هذه الايام من الخميس الى السبت فشو كنت تتوقعون انتو ما اعرف اني فانت يا اصدقائي يكتبون شو تتوقعون بالتعليقات وفي اي يوم انا ما اعرف صراحة لكن اريد انتو تكتبون الاقتراحاتكم وهي وهسا يا اصدقائي رح ارواكم صورة اقسديا صورة الفيديو اللي نشرته بكاكزي البرازيل يا اصدقائي هذا الفيديو خليكم اياه موسيقى ولينا خلصت حلقتنا لا تنسون اللايك وتشترك بالقناة وبس باي باي اصدقائي احبكم موسيقى موسيقى شكرا